بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية نتقدم بخالص العزاء لأشقائنا في ليبيا في هذا المصاب الجلل والذي أسفر عن آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المشردين هذا الحدث الكبير والذي جرف أحياء بأكملها إلى البحر كارثة ليبيا نتابع في هذا الفيديو ناجون من درنا يحكون عن هول الإعصار دانيال لمعرفة ما حدث في الساعات الماضية في ليبيا أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية كانت الأمطار مستمرة لساعات قبل أن يذهب السكان للنوم لكن السكان لم يتخيلوا أن يستيقظوا وقد اختفت ملامح المدينة تماما هكذا يعبر حذيفا الحصادي 35 سنة من سكان مدينة درنة الساحلية التي ضربها إعصار دانيال ما أدى إلى مقتل مئات وربما آلاف الأشخاص مع استمرار البحث عن آلاف المفقودين حتى الآن وقال الحصادي لموقع الحر الأمريكي عندما نمنا كانت الأمطار الغزيرة مستمرة لكن في الثانية والنصف صباحا انهار السدان في المدينة فانجرفت المياه من الوادي فبدأت الكارثة وغمرت المياه المدينة ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات وانعزالها عن العالم تماما كان هناك سد ارتفاعه أربعين مترا لكنه أصبح ترابا كما ترون يشير شخص في فيديو إلى الوادي وموقع السد الذي تهدم بسبب الإعصار أي أن هذه الكتلة المائية الهائلة قد اجداحت أحياء بكاملها من مدينة درنة وتمكن الحصادي من الخروج من المدينة لإيصال صوته إلى العالم من أجل طلب المساعدة والإنقاذ ويقول هناك آلاف من الجثث في الشوارع وتحت الأنقاض وفي البحر كما يتواصل الناشط المدني مهند الذبياني وهو من سكان درنة لكنه كان خارج المدينة وقت حدوث الإعصار مع أصدقائه وأقربائه والذين يخرجون من المدينة من أجل إيصال صوتهم للعالم وقال لموقع الحرة إننا لا نستطيع الوصول إلى درنة حاليا والكهرباء والاتصالات منقطعة أقربائنا يخرجون عن طريق الجبال من أجل التواصل معنا ليس هناك إسعاف ولا مساعدات ولا طعام ولا شراب مشيرا إلى أن منسوب مياه البحر ارتفع إلى مستويات لم نشهدها من قبل واجتاح الإعصار دانيال قبل أمس الأحد البحر المتوسط مما تسبب في غمر الطرق بالمياه وتدمير مبان في درنة وألحق أضرارا بتجمعات سكنية أخرى على امتداد الساحل بما في ذلك في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية وتقع درنة على ساحل البحر المتوسط في شمال شرق ليبيا يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب سلسلة من تلال الجبل الأخضر ويشطر المدينة مجرى الوادي إلى شطرين وهذا الوادي يسمى وادي درنة وهو أحد الأودية الكبيرة المعروفة في ليبيا آلاف في عداد المفقودين وذكر أسامة حماد رئيس حكومة الشرق الموازية في ليبيا المدعومة من البرلمان أن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم في مدينة درنة الساحلية وأن آلافا آخرين في عداد المفقودين وقال رئيس الهلال الأحمر في المنطقة أن حصيلة القتل في درنة من المتوقع أن ترتفع إلى الآلاف وقال حماد لقناة المصار الليبية المفقودون بالآلاف والقتل تعدى عددهم ألفين وأضاف وهناك أحياء في مدينة درنة اختفت بالكامل بسكانها جرفتهم المياه ويرأس حماد حكومة غير معترف بها دوليا وتزاول أنشطتها في مناطق بشرق ليبيا يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر وأظهر مقطع مصور من قناة ليبيا المستقبل على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا واقفين على أسقف سياراتهم ينشدون المساعدة والمياه وهي تجرف السيارات بهم وقال الحصادي تصل أعماق بعض الأودية التي تتجمع فيها المياه إلى نحو أربعمائة متر ولذلك عندما انهار السد انطلقت المياه كأنها قنبلة ذرية فانهارت ثمانية جسور ومبان سكنية تماما وأوضح فتح الكريمي رئيس قسم هيئة السلام الوطنية في اتصال مع تلفزيون المسار أن جميع المباني الممتدة من البحر وحتى وادي درنة انهارت تماما بسبب قوة انجراف المياه واصفا الوضع بالكارثي تماما وقال تم انتشال مئات الجثث لكن هناك عشرات من جثث الأطفال وكبار السن تحت الأنقاض ونحن الآن عاجزون عن إخراج الجثث من البحر الوضع كارثي والكهرباء منقطعة وكذلك الاتصالات وأضاف استطيع القول أن كل البنى التحتية في درنة تضررت بشكل كارثي وقال علي الرهجان صح في ليبي يسكن حي السبعمائة بمدينة المرج إن معظم الأضرار كانت مادية في المرج ولم تسجل إلا حالة وفا واحدة وأضاف أن الضرر الأكبر الآن في مدينة درنة حيث مات ما يقرب من ألفي شخص وحوالي خمسة آلاف مفقود وأشار إلى أن الأمطار بدأت في الرابع فجرا ولم تتوقف إلا في الثامنة مساء الأمطار كانت قوية للغاية ومستمرة بدون أي تصريف لها فتحولت إلى سيول وفيضانات مع ضعف البنية التحتية وأضاف من المعروف أن ليبيا في السنوات العشر الأخيرة كان ترميم البنية التحتية فيها سيء للغاية ولا خدمات بالإضافة إلى البناء العشوائي الذي حدث خلال السنوات الماضية وغياب دور الحكومة ونشرت قناة ليبيا المستقبل صورا لطريق منهار بن سوسا وشحات الموجود فيها وتحدث عن الموقع الأثري الذي أنشأه الإغريق والمدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة اليونيسكو وتآلت أصوات الاستغاثة من داخل ليبيا مطالبة دول بتقديم المساعدة في هذا الظرف غير المسبوق في العقود الستة الأخيرة وأعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلوس عبد الحميد الدبيبة الحداد لثلاثة أيام في جميع المدن المتضررة واصفا إياها بأنها مناطق منكوبة وذكر شهود أن عمليات البحث والإنقاذ جارية وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى وأغلقت المدارس والمتاجر وفرضت حظر التجول وكانت دبيبة قد قال أنه وجه كافة أجهزة الدولة بالتعامل الفوري مع الأضرار والسيول في المدن الشرقية وقال الزبياني الجثث في الشوارع ولا تجد من ينتشلها الفرق العسكرية اختفت كليا ولم تعد موجودة نحتاج إلى توفير الطعام والشراب والمأوى للمتضررين وأضاف لموقع الحرة أنه ومجموعة من النشطاء في المدينة تواصلوا مع الحكومة المكلفة من البرلمان والتي كلفت لجنة لتقديم المساعدات لكن حجم الأضرار أكبر بكثير من قدرة الحكومة وإمكانياتها وأشار إلى الدور الأكبر الذي تقوم به هيئات المجتمع المدني مثل الهلال الأحمر بالإضافة إلى القوات المسلحة ومن جهته قال الحصادي نطالب بتدخل إنسان عاجل من كل الدول التي تستطيع المساعدة ونريد أن يصل صوتنا إليها بأن ينقذون عبر البحر أو الجو لأن كل الطرق والجسور المؤدية إلى المدينة أصبحت مسدودة بسبب الإعصار وأضاف مداخل المدينة السبعة انهارت وأصبحت درنا منكوبة وعبارة عن مدينة أشباح حفظ الله ليبيا وخالص العزاء للشعب الليبي كله في هذا المصاب الكبير ونسأل الله عز وجل أن يشفي الجرحة وأن يغيث الملهوفين في الختام لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو للمساهمة في إصال صوتنا صوت المظلومين وصوت المنكوبين إلى العالم كله كما لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر